الأعداد من صفر إلى أربعمائة وتسعة وتسعين التفكيك والتركيب أحسبوا ذهنياً عددان مجهولان ومجموعهما معلوم معا يساوي تسعين عديد من الاحتمالات الممكن وضعها للحصول على العدد تسعون لكن سنختار العددين خمسة وخمسون مع خمسة وثلاثون أستحضر أولاً أفكك وفق الصيغة القانونية 108 يساوي 187 يساوي 108 يساوي 8 مع 100 187 يساوي 7 مع 80 مع 100 ثانياً أفكك إلى 100 والباقي 179 يساوي 143 يساوي 179 يساوي 79 مع 100 143 يساوي 43 مع 100 50 جنة 109 يساوي 120 يساوي 60 مع 60 180 يساوي 90 مع 90 أتدرب أفكك العدد 384 بأكثر من طريقة 384 يساوي 4 مع مع 384 يساوي مع 184 384 يساوي مع مع 384 يساوي 4 مع 80 مع 300 384 يساوي 200 مع 184 384 يساوي 192 مع 192 384 يساوي 92 مع 92 مع 200 أوظف أولاً لبائع مواد البناء 334 كيساً من الإسمنت باع منها 124 كيساً لحريف أول وباع الباقي لحريف ثاني أكتب عدد الأكياس التي باعها للحريف الثاني عدد الأكياس التي باعها للحريف الثاني 334 إلا 124 يساوي 4 ناقص 4 يساوي صفر 3 ناقص 2 يساوي واحد 3 ناقص واحد يساوي اثنين إذن عدد الأكياس المباعة للحريف الثاني هي 210 ثانياً في معرض للصناعات التقليدية رصدت جوائز للزائرين حسب العدد المسجل على تذكرة الدخول يبين الجدول الآتي عدد كل تذكرة فائزة أتم تعمير الجدول التذكرة الفائزة عدد التذكرة الفائزة بالأرقام رقم أحادها 7 وعدد عشراتها 45 رقم أحادها 5 ورقم مئاتها 3 ورقم عشراتها 2 رقم مئاتها 4 ورقم عشراتها 1 ورقم أحادها 5 التذكرة الفائزة عدد التذكرة الفائزة بالأرقام رقم أحادها 7 وعدد عشراتها 45 457 رقم أحادها 5 ورقم مئاتها 3 ورقم عشراتها 2 325 رقم مئاتها 4 ورقم عشراتها 1 ورقم أحادها 5 415 أقيم يريد مصطفى وهدى اقتسام مبلغ مالي فاقترحت عليهما أربعة حلول أولاً أتم هذه الحلول 350 مع 110 يساوي 460 يساوي مئتين واربعين مع 460 يساوي مع مئتين 460 يساوي مئتين وثلاثين مع 460 يساوي مئتين واربعين مع مئتين وعشرين 460 يساوي مئتين واربعين مع مئتين وثلاثين 560 يساوي مئتين واربعين مع مئتين وثلاثين ثانياً ما هو الحل الذي يرضي الطفلين الحل الذي يرضي الطفلين هو أن يقتصم المبلغ بالتساوي أي مئتين وثلاثين لكليهما 230 مع 230 يساوي 460